في الدرس السابق شفنا كنا نتكلم عن المشكلة هذه وما زلنا نتكلم عن هذا هو الدرس الثالث في الدرس السابقة شفنا كيف نفهم المشكلة في البداية عن طريق استخدام السامبل دايالوجو ولا ولا السيناريو بعد كذا السامبل سيناريو بعد كذا شفنا كيف نكتب الخوارزمية أو الألغوريثم أو الخطوات اللي راح نفدها الكمبيوتر بس بطريقة وبلغة شبيهة بلغتنا هنا في الدرس هذا الآن راح نفصل بتفصيل أكبر بكثير وكأنه قريب جدا من كود الجافة طبعا قضية اقرأ عدد الهلل وضع القيمة في أماونت ووريجين الأماونت هذا سهل جدا تحويله استخدم سكانر وتحول تقرأ مباشرة تعريف الفيريبلز انتهينا منه برضو قضية مثلا اطبع القيمة المتغيرات السابقة هذا برضو سهل فإذا نقدر نقول يعني ممكن نحط هنا صاح مثلا رقم ثمانية ورقم واحد هذه إن شاء الله ما فيها مشكلة كذلك المشكلة الآن في الوسط دي احسب عدد القطع قطع نصف ريال الآن جاءتك أماونت أماونت فيها عدد الهللات كيف تحسب عدد أنصاف الريال هذا سؤال مهم جدا طبعا هنا يتجي يعني يمكن أصعب جزء في يعني واجهك أول ما تبدأ تكتب برامج وهناك كيف تعني هذه بعض الجمل هذه أو بعض المشاكل عفوا يعني تقدر تحسبها برأسك بس ما تدري كيف تخلي الكمبيوتر يحسبها زيان وش القاعدة سميها يعني بعضهم الطلب سميها القاعدة اللي لازم يسويها الكمبيوتر زيان القاعدة الرياضية طريقة الحساب الرياضية اللي ممكن يتبع الكمبيوتر راح تحسب لآس الشي هذا هذا طبعا بغالك تتعود وتتدرب كيف ممكن الكمبيوتر يحسب لك عدد قطع نصف ريال عندك الآن 99 هلالا كيف نعرف كم في من نصف ريال في التسع و تسعين هلالا عفوا 70 هلالا زي المثال اللي لدينا طريق يقدر يطبق الكمبيوتر والله مثلا الطريقة انك تقسم على 50 زين لو قسمت 77 على 50 قسمة صحيحة بباقي مضبوط يعني بدون كسور راح اطلع لك 1 1 في 50 ب50 والباقي 27 زين اذا استطعت انك تطلع كل الاثنتين تطلع الباقي اللي هو هنا تعديل القيمة وبنفس الوقت انما استخدمت القسمة الصحيحة بباقي استطعت انك تحسب كم عدد قطم عصف ريال وبرضه بنفس الوقت تستطيع انك تحسب القيمة الاماونت بعد الخاصة طبعا هذا راح يكون ناتج القسمة وهذا راح يكون باقي القسمة اذا هنا بكل بساطة راح نقول لشيء التالي في الكمبيوتر نقول في الكمبيوتر نقول هافز زين اللي الانصاف تساوي الاماونت تقسيم الخمسين نحظن في الكمبيوتر بما ان زي ما درسنا سابقا بما ان الاماونت هي عبارة عن ش اسمه عبارة عن انتجر والخمسين انتجر الكمبيوتر راح يحسب لنا القسمة هذه كقسمة صحيحة باقي فبالتالي يعطينا مثلا اذا كانت 77 يقول 77 على 50 يعطينا واحد هنا نقول الش اسمه الاماونت القديمة او الجديدة عفوا تساوي الاماونت القديمة مود هذه الدف وهذا المود مود الخمسين باقي قسمتها على الخمسين راح تعطينا 27 اذا حلينا اللغز والجزء الاصعب والاهم او عفوا الجزء الاصعب ما نقول الاهم كلها مهمة جزء الاصعب من العملية التحويل او عملية الانتقال من السؤال الى البرنامج نفس الشي هنا القوارترز نقول انه قوارترز تساوي اماونت او gets اماونت ديف الخمسة وعشرين طبعا الان القوارتر الربعة خمسة وعشرين هلا لا ونقول هنا اماونت gets اماونت مود الخمسة وعشرين نفس الشي هنا تقسيم العشرة وهنا نقسم وهنا نشوف باقي القسمة على العشرة واخيرا نطبع باقي نطبع كامل القيمة طبعا انا راح خليها لك exercise انك تكتب الجزءين الباقيات الجزء هذا والجزء هذا لكن يفضل دائما قبل ما تبدأ في البرنامج انك تكون مستعد بشكل كامل عندك الخورزمية كامل بادقة تفاصيل قد ما تقدر اذا لاحظ معي الآن زين انو الآن برنامج شبه جاهز بس اللهم يبيلك تعريفات الvariables جاهزة كل خطوة من الخطوات هذه تقريبا قدرنا نحولها الassignment statement اذا لاحظ زين ما قلت لك الادوات اللي استخدمناها او عفوا ادوات اللي درسناها في الدروس السابقة الvariables الexpressions الdate types بدنا الآن نستخدمها مع بعض حتى نحل المشكلة زين المشكلة هذه فلاحظنا مثلا تعريف الvariables خلوا عرفنا الvariables جاهز عندنا بس اللهم ما نكتبه في الكمبيوتر والخطوات هذه كل خطوة حولنا الassignment statement شيء ممكن نكتبه في الكمبيوتر تقريبا انتهى البرنامج القراءة والطباعة طبعا سهل جدا تغيرهم اذا انتهينا من الحل الدرس القادم انا ودي انك تكمل اول شيء الناقص هنا وانك تكتب البرنامج على الكمبيوتر تحاول تكتب البرنامج وتنفذه وبعد كده تشوف الدرس القادم اعتقد انه جدا راح تكون العملية سهلة